موسيقى تمام العشرة بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري البداية بالحدث بعد الفاصل اشتركوا في القناة في المستهل استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون ليلة الخميس إلى الجمعة في غرة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وأفادت مصادر محلية بارتقاء الشهداء إثر قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلا يؤوي نازحين المصادر ذاتها أضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف أيضا منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين إضافة إلى تسجيل خمسة عشر مفقودا تحت الأنقاض فيما جرى نقل الشهداء والجرح إلى المستشفى الأهلي المعمدني في المدينة كما يواصل طيران الاحتلال الحربي شن غارات مكثفة على مناطق وسط قطع غزة تركزت بشكل أساسي على مخيم النصيرات وأشارت مصادر محلية إلى أن تواقم الإسعاف والإنقاض تمكنت من انتشال جثماني شاهدين بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة قشلان في المخيم الجديد بالنصيرات وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة في المنطقة هذا وارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدا و106 جرحا خلال الـ 24 ساعة الماضية وزارة الصحة وفي بيان لها الخميس كشفت عن ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33,970 شهيدا وأكثر من 76,770 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد مجددا لإسقاط مشروع قرار بشأن فلسطين منعت بمجابه دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأخفق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر ويوصل جمعية العامة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بهيئة الأمم المتحدة وصوت لصالح مشروع القرار 12 عضوا مقابل امتناع بريطانيا وسويسرا عن التصويت وكان مدوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قد دعا قبيل تصويت الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح مشروع القرار المدعوم من المجموعة العربية ومؤتمر تعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياذ وغالبية ساحقة من دول وشعوب العالم كل الدول الأعضاء المحبة للسلام مجددا وفي كلمة الله بعد تصويت على مشروع القرار أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الخميس العزم على العودة بشكل أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة بن جامع شدد على أن هذه المحطة ما هي إلا خطوة أخرى في الرحلة نحو افتكاك الحق الفلسطيني دعين الممتنعين عن دعم قبول دولة فلسطين إلى تصحيح ذلك مستقبلا مجددا تأكيد بأن جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة ولمن تعذر عليهم دعم قبول فلسطين اليوم نأمل نأمل حقا أن يتمكن من الدعم في المرة القادمة نعم سنعود أقوى وأكثر إصرارا وسنعود مؤيدين بالأغلبية الصاحقة من أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة حضرة الرئيس كما ذكر الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر واقتبس عنه لن تتوقف جهود الجزائر حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كاملا العضوية عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة أشكركم بدورها أدانت الرئيسة الفلسطينية وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأكدت الرئيسة الفلسطينية في بيان لها أن الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حسب تعبيرها وأشددت الرئيسة الفلسطينية على أن السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطع غزة والضفة الغربية لفتا إلى أن الفيتو الأمريكي يكشف تناقضات السياسة الأمريكية وفق وصفها من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الإدارة الأمريكية وباستخدامها حق الفيتو في وجه مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر تضع نفسها مع الكائن الصهيوني في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع حماس وفي بيان لها شددت على أن الولايات المتحدة تؤكد من جديد وقوفها ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ووقوفها الكامل إلى جانب الكائن الصهيوني في مصادرته حقوق الفلسطينيين ومحاولات تصفية قضيته دعية المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل ما وصفته بتجاوز الإدارة الأمريكية ودعم نضال الفلسطينيين أكد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف أن الحديث عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه عطاف وفي كلمة الله الخميس أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط شدد على أن عدم تفعيل الحق التاريخي الفلسطيني الذي أقرته المجموعة الدولية يعتبر السبب المباشر لإطالة عمر الصراع العربي الإسرائيلي والعل الأساسي لغياب الأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط التي لم تعرف طعم ساكينتي منذ عقود فالحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسوسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه ولبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف وأعني بالجوهر وباللب الحق التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة هذا الحق التاريخي الذي يعتبر عدم تفعيله السبب المباشر للإطالة في عمر الصراع العربي الإسرائيلي والعل الأساسي لغياب الأمن والأمان في منطقة لم تعرف طعم السكينة والطمأنينة طيلة ما يزيد عن سبع عقود هذا الحق التاريخي الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه وعلى استئصال مقوماته وهو الذي أضحى لا يجد أدنى حرج وأبسط حياء من المجاهر برفضه وإنكاره والإمعان في القضاء عليه وزير الخارجية الجزائرية أكد في السياق أن غزة أماطت اللثام عن مآرب الاحتلال الإسرائيلي التي تجمع تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية لقد أماطت غزة اللثام بسمودها المثالي على مآرب المحتل الإسرائيلي وماراميه الظاهرة منها والمبطنة والتي تجتمع كلها تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض المشروع الوطني الأصيل المرتبط بها ولم يعد يخفى على أحد أن حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة وأن الخناق المفروض على الضفة الغربية وأن السياسات سياسات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة وأن حملات التهجير القصري للفلسطينيين وأخيرا وليس آخرا أن ما صار يعرف بالترتيبات الإسرائيلية لما بعد الحرب على غزة كلها كلها محطات إضافية ومراحل متقدمة من مخطط إسرائيلي أوسع وأشمل وأخطر وهو المخطط الذي يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى في سياق القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية كما شدد أعطاف كلمته على أن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولية تاريخية لفرض حل دولتهم إن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع مجلسنا هذا أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية حاسمة ومسؤولية فاصلة ومسؤولية فارقة ألا وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية إن حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا إن حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين حفاظا على السلم وحفاظا على الاستقرار وحفاظا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها إن جهته أشهد الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين زياد أبو عمرو بدور الجزائر في وضع القضية الفلسطينية أولوية على أجندة أعمال مجلس الأمن الدولي بما في ذلك عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وأسمح لي أن أقدم الشكر الجزيل للجزائر الشقيقة على وضع القضية الفلسطينية كأولوية على أجندة أعمال المجلس بما في ذلك عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة تخوض الجزائر معارك ديبلوماسية كبيرة على مستوى كبرى الهيئة الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية فمن وقف الإبادة في قطع غزة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تناقش قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مساع تترجم الجهود الحذيثة للجزائر على كافة الأسعادة الإقليمية والقرية والدولية التفاصيل مع لميس بن بارك ضراوة المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية على أراضيها المحتلة لأزيد من ستة أشهر توازيح معارك ديبلوماسية لا تقل إصراراً عن فعل المقاومة قررت الجزائر منذ زمن أن تكون فلسطين قضيتها داخل أرواق الأمم المتحدة فتلتزم بنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني وحشية الإبادة الجماعية منذ السابع أكتوبر إذ يحرص الجهاز الدبلوماسي الجزائري مسترشداً بتوجهات رئيس البلاد على حشد المواقف الدولية من أجل وقف العدوان الصيوني على قطاع غزة وبمجرد توليها مقعداً بمجلس الأمن الدولي شهر يناير الماضي عملت الجزائر على إصال صاد المعاناة الفلسطينية حيث عقدت بعثتها ديبلوماسية لدى الأمم المتحدة اجتماعات عدة لمناقشة الوضع في غزة وسبل وقف نزيف أهلها أفضت إلى سياغة مشروع قرار يدعو إلى وقف دائم للنار لأسباب إنسانية ويرفض التهجير القصرية للفلسطينيين داعياً إلى وقف انتهاك القانون الدولي بالإضافة لإطلاق سراح جميع الأسرى ورغم إحباط الفيتو الأمريكي لمشروع القرار واصلت الجزائر بإصرار سعيها لوقف حمام الدم بغزة من منبر مجلس الأمن دائماً ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين فإن لنا نفوس لا تمل وعزيمة لا تكل أخيراً نجح مجلس الأمن في تمرير مشروع الجزائر بتبنيه أول قرار ينص على وقف فوري لإطلاق النار في القطاع والإفراج عن جميع الأسرى جنبي 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 معركة دبلوماسية جديدة فتحت جبهاتها في مجلس الأمن بمبادرة جزائرية من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عبر جلسة لمجلس الأمن الدولي جهود دؤوبة نحو إحقاق الحق الفلسطيني تبقى سائرة بمنطق الجزائر منتهاها دولة مستقلة وشعب حر سقبل وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وفق ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية المصدر أوضح أن اللقاء كان فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر والتحليل حول آفاق إحياء مصاري السلام في الشرق الأوسط والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي كما تطرق الطرفان من جانب آخر إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل السحراوي على ضوء تحديات التي تفرضها مختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء هذا وعقد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف على هامش مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية لقاءين ثنائيين مع كل من نظيريه البرازيلي ماورو فييرا والأردني أيمن الصفدي بحث خلالهما مسجدات الوضع بالشرق الأوسط والجهود المبدولة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بيان للخارجية الجزائرية أفاد بأن رئيسي ديبلوماسيتي البرازيل والأردن أعربا عن دعمهما وتقديرهما للجهود التي تبدلها الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن من أجل إعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الصحيحة وحشد الدعم الدولي لصالح تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الشرعية والمشروع وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقدم في إقامة دورته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق نار في قطاع غزة تجنبا لمجاعة وشيكة ولعدم وقوع مزيد من الوفيات في أوساط الفلسطينيين حسب تعبيره جوتيريش وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة بشأن الشرق الأوسط شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع مؤكدا الحاجة إلى قفزة نوعية فيها خاصة ما تعلق بالغذاء والمياه النظيفة ورعاية الصحية إن إنهاء الأعمال العدائية في غزة من شأنه أن ينزع فتلة توترات في جميع أنحاء المنطقة أجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة لتجنب المجاعة الوشيكة والمزيد من الوفيات نحتاج إلى قفزة نوعية في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة إن تقديم المساعدات على نطاق واسع يتطلب تسهيل إسرائيل الكامل والفعال للعمليات الإنسانية بما في ذلك عبر نظام إختار إنساني فعال وتحسين الاتصالات المباشرة بين العاملين في المجال الإنساني وصناع القارة العسكري على الأرض أهلا بكم من جديد مشاهدنا نشرتنا متواصلة وفي خبر آخر استقبل الفريق أول سايد شنغريحة رئيس أركان الجيش الجزائري الخميس الأميرال روب بوير رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية المصدر ذاته أضاف أو أوضح أن الفريق أول سايد شنغريحة أكد أن التعاون بين الجزائر والناتو قد مكن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار أشيرا إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين قد عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار أو على المستوى العملي لقد أكمل التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي شهر مارس المنصر عامه الرابع والعشرين حيث مكن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار وهو ما تؤكده زياراتكم اليوم أما فيما يتعلق بالتعاون العسكري الذي يشكل أساس هذه الشراكة فإن القراءة المتأنية لحوصلة النشاطات المنجزة خلال هذه السنوات الأخيرة تبين أن التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي قد عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار والتشاور أو على مستوى العمل في شأن آخر أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بسماع انفجارات وسط مدينة أصفهان مشيرة إلى أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيرة وذكرت وكالة إيرنا للأنباء أن دوية ثلاثة انفجارات سمع بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان وسط البلاد فيما أكد التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه بعد منتصف الليل بقليل شهدت ثلاث طائرات مسيرة في سماء أصفهان ليتم تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدميرها في السماء مؤكدا عدم تأطر أي منشآت نووية أو استهداف مواقع نووية في المدينة يأتي هذا في وقت نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الضربات الإيرانية التي سهدفتها السبت الماضي بشأن الإيراني نختم مشاهدين نشرتنا للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر